النهاردة هنتكلم عن نظر الشيخوخي أو نظر فوق سن الاربعين ونحن نظر الشيخوخي يمكن تعبير غير موفق لأن بعد سن الاربعين احنا بنبقى بدين منتصف العمر ما فيش حاجة اسمها نظر الشيخوخي بالمعنى الحرفي يعني ولكن ده يؤشر أو يشير إلى عدم أو فقدان القدرة على الإراية لخط الدقيق من قريب والواحد يبتدي أوتوماتيك كده عشان يقدر يشوف يبعد 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 لغاية ما مش قادر يشوف من قريب أكتر من كده فبالتالي ما بيحصل ده ما بيحصل النظر الشيخوخي أو نظر فوق سن الاربعين منحتاج إضافة أخرى هي نظارة القراءة اللي هي اللي برضو سن الاربعين مش سن مطلق لكن ممكن تكون لحسب حالة العين اللي عنده طول نظر أو اللي عنده قصر نظر أو اللي عنده غير كده أو حسب الدرجات طول نظر بيحتاج نظارة الإراية قريب قصر النظر بيأجل تماما نظارة الإراية اللي ممكن 45-47 سنة بس هي جاية جاية ففي الآخر منعوش نعزل نفسنا كتير إذا مش فارقة المهم إن إحنا نبقى مبسوطين وإحنا شايفين وإحنا بنقرأ ولأن خدوا بالك برضو من نقطة مهمة إن عالمنا كله تحول إلى المسكين وفي إيدينا ده السمارتفون والحاجات اللي طول اليوم عملين نشوف بيها من نبص تحت قريب كده فبالتالي ده برضو أعتقد حيساهم بعد 10 سنين ما شوصنا من دلوقتي إن نخلي احتياجنا لنظارة القراءة أعنف وفي سن بدري شوي دي توقعت لكن دي يعني فيش برضو لسه حاجة علمية قوية تسنط الكلام ده لكن أنا أتوقع ده لأن إحنا رمى ربنا حلقنا اللي هويت من 20 سنة فاته كان دايما النظر الأولي للأشخاص إن إحنا نبصوا قدامنا كان هو كده وإحنا بنظبط شغلنا وحياتنا على إن إحنا بصين قدامنا طول الوقت في بعض الأحيان ببصوا قريب لكن هو ده اتجاه الأولي للنظر حاجة اسمها البرائماري بوزيشن مع الوقت العدد بتتغير والشعوب بتتغير والبني آلة النفسه بتغير وده حيظهر مشاكل كتير حنحتك بيها في السنين اللي جاي مهم